ده الواضح نروح على المظاهرة في عين شمس تمنع رئيس الجامعة هنا انت امام اعتصامات وتظاهرات في الجامعات نتيجة انتخابات العمداء ومضلاء الجامعات وانا اعتقد ان ده فيها جانب ايجابي ان احنا دخلنا على مرحلة انتخابات وفيها جانب سلبي ان الفلول ما زالوا بيمتلكوا من الادوات والقوة والقدة على حجد الناس لعلق تتذكر منذ اسبوع تقريبا كان بتعمل لسه تقارير امن اللي بيقولوا عليه انه تغير وحدثت فيه ثورة والكلام ده ولسه التقارير بتطلع وبتصدر والكلام من هذا القبيل وهنا برضو انا اريد ان اقول بشكل واضح كل المشكلات الفقوية محتاجة تناول مجدول مجدول زمني؟ بالزبط والانتخابات لابد ان نعي زي قضية العزل السياسي احنا ليه بنطالب بالعزل السياسي؟ لغا ان انا مش من مؤيدي العزل السياسي او لكن احنا بنطالب به لان احنا بنسحب اسلحة جزء من النظام في هذه المرحلة حتى نضمن انتخابات نزيهة فايضا في الجامعة لا يجب المسألة مش طوعية المسألة مش اختاروا ان انتوا ما تتشحوش كل الذين كانوا في النظام البائد المنحل لابد انهم يتقه قول خلف لكن في تشابه سيفاني في بعض من القيادات متشابهة جدا بمقاعد خلف ده على فكرة مش بس في الجامعة في كل ما والصحف وكل حق والتلفزيون اللي احنا فيه كل حق هذه الفكرة طب بعدين ما فيش حل غير ان احنا نخد غمار المعركة الانتخابية ونصر على مطالبنا ونحشد حول مطالبنا وننجح وننتصر او حتى لو هزمنا فدي معركة طويلة انا رايي الصورة مش هتنتهي بكرة الصورة امامها معركة طويلة جدا اهم اداة من ادواتنا هي حجد انصرنا وحجد جماهنا في هذا والفكر هي اما حاجة تغيير الفكر التغيير بجدل التغيير والتغير الاتنين يعني امسال الصحفي عميل اسكندر ونشكرك صباح الخير يا حبيب